في المغرب وزير الصحة خالد ايت الطالب يشيد من مراكش بالتعبئة والانخراط الكبيرين للمواطنين في حمدة التلقيح ضد كوفيد تسعة عشر دوليا الرئيس الامريكي جو بايدن يوقع على مجموعة من القرارات التنفيذية التي تهدف الى اصلاح ما سمها السياسات الخاطئة للادارة السابقة اما في الرياضة يوفنتوس يضع قدما في نهائي كأس ايطاليا بعد ثوزه ايابا على غريمه انتر ميلا نشرة الاخبار نقدمها منكا فانكا تيفي بيتانج اهلا بكم البداية من المغرب حيث اشاد وزير الصحة خالد ايت الطالب امسي بمراكش اشاد بالتعبئة والانخراط الكبيرين للمواطنين في حملة التلقيح ضد كوفيد تسعة عشر منذ انطلاقها من قبل الملك محمد السادس وعبر ايت الطالب في تصريحا للصحافة عقب زيارة قام بها لعدد من مراكز التلقيح بجهة مراكش آسفي في اطار الحملة الوطنية للتلقيح عبر عن رضاه ازاء تدبير هذه الحملة التي تمر في ظروف جيدة بفضل تنسيق الوثيق بين كافة المتدخلين من ضمنهم وزارة الصحة ووزارة الداخلية تقرير ثري الحسان تعبئة وانخراط كبيرين من المواطنين في حملة التلقيح ضد كوفيد تسعة عشر منذ اطلاقها من قبل جلالة الملك محمد السادس وزير الصحة سيد خلد ايت الطالب اكد خلال زيارة قام بها لعدد من مراكز التلقيح بجهة مراكش آسفي في اطار الحملة الوطنية للتلقيح ان المواطنين يواصلون تردد على مراكز التلقيح ضد كوفيد تسعة عشر وان عملية التلقيح تجري في ظروف تتسم بالسلاسة في مراكز التلقيح بفضل تنظيم الدقيق وتعبئة كافة المتدخلين ايت الطالب سجل ان الاقبال المكثف مكن المغرب من بلوغ مئتي الف شخص ملقحا الى حدود الان وهو رقم مشرف جدا سيتزايد على مدى الايام المقبلة دعيا لاحترام السلوكات الخاجزية التي ستمكن حملة التلقيح من بلوغ كافة اهدافها ومبرزا اهمية الشرعة الثانية من التلقيح في اطار تمنيع المواطنين الوزير شدد على صلة الوثيقة بين الوضعية الوبائية وعملية التلقيح ضد كوفيد تسعة عشر مواضحا انه لطالما ان الوضعية الوبائية تتحسن ستتمكن حملة تلقيح من تحقيق فعاليتها وبلوغ مناعة جماعية للمواطنين تسمح للمغرب من تجاوز الازمة الصحية واحتواء تفشي الفيروس في افق عودة تدريجية للحياة العادية الى خبر اخر حيث انعقدت قمة استثنائية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا امسي عبر تقنية الفيديو بهدف تنسيق وجهات نظر الدول الاعضاء في افق انعقاد القمة المقبلة للاتحاد الافريقي المقررة في السادس والسابع من الشهر الجاري واكد رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا في معرض حديثه عن اطار العمل والهدف من هذا الاجتماع ان الامر يتعلق بالتحضير لقمة الاتحاد الافريقي المقبلة وخاصة بتنسيق وجهات نظر ومواقف قادة غرب افريقيا فيما يتعلق بتجديد اجهزة المؤسسة الافريقية ولسيما بالرئاسة ومفوضية الاتحاد اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل ثمانمائة وخمس وثلاثين اصابة جديدة بفيروس كورونا البستجد وسبعمائة وخمس وتسعين حالة شفاء واثنتين وعشرين حالة وفات خلال الاربع والعشرين ساعتان الماضية واضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ان الحصيلة الجديدة رفعت العدد الاجمالي لحالات الاصابة المؤكدة بالمملكة الى اربعمائة واثنين وسبعين الف ومائتين وثلاثين وسبعين حالة ومجموعة حالات الشفاء التام الى اربعمائة وخمسين الف وثمانمائة وسبعين حالة فيما ارتفع عدد الوفيات الى ثمانية الاف وثلاثمائة وتسع حالات دوليا قال الرئيس الامريكي جو بايدن انه وقع مجموعة من القرارات التنفيذية التي تهدف الى اصلاح ما سماها السياسات الخاطئة للادارة السابقة واضاف بايدن ان هذه القرارات التنفيذية تتعلق بالهجرة ورفع حظر دخول مواطني دول مسلمة الى الولايات المتحدة مؤكدا انه لا يقوم باصدار قوانين جديدة بل يصلح السياسات السيئة للادارة السابقة على حد تعبيره وكان بايدن قد وقع سلسلة من الاوامر التنفيذية التي من شأنها ان تبتل قرارات اتخذها السلفه دونالد ترامب مباشرة بعد ادائه اليمين الدستورية ووصوله الى البيت الابيض دوليا دائما وصل فريق خبراء منظمة الصحة العالمية صباح اليوم الى معهد وهان لعلوم الفيروسات في زيارة تندرج في اطار مهمتهم لتحديد منشأ فيروس كورونا الذي ظهر للمرة الاولى في مدينة وهان في دجمبر من عام 19 و2000 وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية ان خبراء منظمة الصحة سيزورون المختبر الوطني لسلامة البيولوجية التابعة لمعهد يوهان لعلم الفيروسات حيث سيتبادلون الافكار مع خبراء المعهد حول عملهم اليومي والتعاون العلمي الدولي وجهود مكافحة الوباء وذكر عضو في بعثة الخبراء لصحفيين لدى وصوله الى مدخل المعهد ان الفريق المكون من عشرة باحثين يتوقع يوما مثمرا للغاية وان تطرح كل الاسئلة التي يجب ان تطرح نختم بالرياضة حيث وضع يوفنتوس امسي قدما في نهائي كأس ايطاليا لكرة القدم بفوز على غريمه انتر بهدفين مقابل هدف في ذهب الدوري نصف النهائي على ملعب جوسيب مياتسا بثنائية لنجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وكان انتر قد تقدم عبر الارجنتيني لو تارو مارتينيس في الدقيقة التاسعة قبل ان يرد لبيان كونيري عبر رونالدو في الدقيقة السادسة والعشرين من ركلة جزاء وفي الدقيقة الخامسة والثلاثين ويلتق الفريقان ايابا الثلاثاء المقبل في تورينو مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا الى ختم هذه النشرة للمزيد من الاخبار زور موقعنا الالكترونيكا فانكا كون تيفي شكرا لكم على حص المتابعة وإلى اللقاء موسيقى 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 موسيقى